اكتوبر يا تاريخ محفور جوانا بحروف من نور رح تفضل جوانا الزكرة امبارح واليوم دو بكرة مبننساش يوم ستة غيرنا الفكرة عملنا ايه مصريين وهزمنا الجيش المغرور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاملين ايه حبيب قلبي يا رب دايما انت سراط وفرح وسعادة يا رب الله ما امين يا رب العالمين النهاردة ان شاء الله اكلنا خفيف وجميل واقتصادي زي ايامنا اللي احنا فيها دي ان شاء الله ودايما يا رب على طول عبارة عن صدور فراخ هنعمل منها غدية وبحالها بازن الله يلا بينا نشوف ازاي يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله علىك افضل الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله توصع البتجاز في هزيت يقدح يسخن يعني شوية ونكون مجهزين صدور الفراخ بصو حاجة بسيطة خلص هنعمل منها احلى غدية وان شاء الله انا قطعها زي ما انتم شايفين كده مكعبات صغيرة ونحط عليها بصل وملح وفلفل اصمر الزيت يقدح ونقوم ننزلينه الفراخ بتاعتنا بالبصل بالملح وفلفل في قلب الزيت يتشوحه مع بعض اتشوحت الفراخ وتشربت احنا بنعملها تشوك كده في الزيت الصغر وبعدين نكون مقطعين شوية فلفل الوان اا بسيط يعني زي ما انت عايزة براحتك وتقوم يحطي يتشوحه معاهم وقطعة ليه وتقوم مقطعينه اننزل عليهم اهو ونقلبهم مع بعض لزيزة جدا طبعا خلاص بقى كده احنا قلبنا والليه جاسحة كده والريحة فضيعة هنقوم بقى بازن الله نضيف شوية شبت بقدونس كمون ونقلب اكلة لزي قوي قوي وخفيفة مش تاخد اي وقت منك وهنعمل كبان معاها دلوقتي يعني ده السجندو السجندو بتاعنا تمام وبعدين هنضيف شوية عندك بقى شوية تواب اللحمة تواب الفراخ بهارات ففيش اي مشكلة شوية بهارات كده حطيهم شوية تواب اللحمة شوية تواب الفراخ وقلبي وطعميها في الخطوة دي اه ما تركزش بس مع الطماطم اللي احنا حطناها شيل شوية عشان نعمل بيها الطبق اللي جاي شيل شوية من اللي احنا عملناهم بعدين قطعي الطماطم مكعبات صغيرة ده قبل ما تستوي بحاجة بسيطة خلاص وقمي ضيفوها وشوية خضرة على الوش وقلبي خلاص كده طبقنا ده جاهز بس ما تنسيش تشيل شوية منهم ودي تويتش الجميل بتاعنا ها حطت اللي بايب في بقه ايش شيف هو اللي عاملوهن شخصية انا يعني وانا بصوره وبفتص عروحي منضحك وحطط له بايب في بقه وحواجبه كده جميل او نزيز وبعدين حطينا بقى الطبق بتاعنا الجميل ده في التقديم وم اس للعرسين لسه برضو بنحيهم ان شاء الله باذن الله ربنا نكمل لهم على خير فراحهم خلاص اي بكرة باذن الله ربنا يا رب يكمل لهم على خير الف الف مبروك يا رب يا رب الحياة كلها مع بعض وفي هدوء وسلام ويخليكم لبعض ويرزقكم ايه الخلف الصالح ان شاء الله باذن الله بصتبقنا جميل خفيف ولزيز وبحط الصدور فراخ قطعتيها مكعبات وعملتي الطبق ده ولسه شلنا شوية منه قبل ما نحط الطماطم زي ما قلنا المكعبات اه والخضرة في الاخر وهنعمل بيها طبق بريمو هنشوفه مع بعض اللي هو مكارونا يعني يبقى عندنا طبق فراخ وطبق مكارونا احلى من كده مفيش واسهل من كده مفيش يلا بينا نشوف طبق المكارونا بتاعنا يلا بينا اهو زي ما قلنا من شوية ان احنا هناخد شوية من الفراخ اهي الطاصة بتاعتنا للفراخ بالفلفل الرومي بالبصل زي ما شوفنا قبل ما نضيف المكعبات الطماطم والخضرة هناخد شوية فطاصة تانية على جنب ونحط شوية صالصة ونقلبهم تمام في الوقت ده هنكون سلقنا المكارونا وهنصفيها هنا بس نحط الصالصة ونقلب اهيه وبعد انو حط شوية كريمة خفق كريمة لباني اشتمت ضوبة بلبن تمام ونسيبهم يسبكوا مع بعض شوية نكون في الوقت ده المكارونا وبيتسبكوا مع بعض شوية تكون المكارونا تسلقت وتصفت احنا عمدين نوعين ازباجت والمكارونا دي اللازيزة دي حلوة قوي بيحبوها كده يعني خليط انا بصور بقى وبعمل وضع طيران وحاجات كده بس وصو باجي يعني حاجة جميلة شجعون يا جدعين مش كلام ده بسو بسو اظن يعني تحفة اه قلبنا بقى خلاص المكارونا بالا بالا كريمة اللباني بالسلصة بالفراخ وحطناها في طبق التأديم بتاعنا اهو التأديم بقى الشياكة كلها حاجة تفتح النفس وم واس العرسان بتوعنا عرسان الشهر ده كله تقريبا بسم الله ما شاء الله يا رب طل عمر يا رب اه كده من شوية صدور فراخ عملنا احلى غديوة بريمو سكندو يعني وجبة متكملة طبق رئيسي وبريمو بتاعه اه من من لشيء شوية مكرونة وشوية فراخ تمام ولا لا غلط اه كله دوقتي يعني ايه ربنا يعني الجميع يا رب فمن ابسط شيء عملنا احلى اكلة ودايما يا رب باذن الله كل مناسبات اه مناسبة مولد النبي الشريف على السلام كل سنوان طيبين وطبعا طبعا طبعا اه باذن الله ان شاء الله في فيديو باذن الله او باذن واحد احد الاحتفال باذكرى المولد النبي والشريف باذن واحد اه طبعا نكثر اه الصلاة على النبي وعلى آله وصحبه اجمعين اه رائع سحر الدنيا والاخرة في الصلاة على النبي وعلى آله وصحبه اجمعين واخيرا مليون مبروك للعروسين ربنا يتمام لهم على خير ونفرح بيهم وبزريتهم ان شاء الله زرية صالحة اه وطالما في اه تقبل اه يعني كل واحد فينا يتقبل التاني بعيوبه ومميزاته باذن الله اه الماركد تمشي باذن الله طالما يعني انت اخدوش كل حاجة على محمل الجد يعني ايه محمل الجد ان كل حاجة يعني بالورقة والقلم والمصطرة بنقسها لأ اه نفوت وكل شيء بيمر كل شيء بيمر والله العظيم بمر الوقت الانسان نفسه يعني بيتكل على الله بيموت فما فيش حاجة يعني خدعة ايه على يعني اوفر قوي من تفكرنا يعني وباذن الله ان شاء الله كل ايامكم جميلة وسعيدة باذن واحد احد واهم حاجة اه اه بنبتعد عن الاهانات اه مفيش اهانات بين الزوجين اه الاحترام ده اساس اي علاقة والله مش علاقة زوجية بس الاحترام اساس اي علاقة وطبعا بالصبر وتقوى الله دي اهم حاجة عندي اهم حاجة عندي تقوى الله طالما بنتق الله في اي حاجة عموما عموما اه ربنا سبحانه وتعالى بيسر لنا اه حياتنا وبيبركلينا في اولادنا وفي عشتنا ها يعني اهم حاجة ذكر الله وتقوى الله باذن الله ان شاء الله كل حياتكم تبقى جميلة وسعيدة وباذن الله يرزقكم اه من الزرية الصالحة اه ما يقر اعينكم ومليون مبروك وعبال الشباب اللي ما تجوزش يا رب يرزقوا بولاد الحلال زيهم السلام عليكم